بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فهذا هو الدرس الثاني من دروس علوم الحديث في هذه الندوة وكنت في الدرس السابق أو المحاضرة السابقة قد تحدثت عن أمور تمهيدية وهذه الأمور في موضوع أهمية علم مصطلح الحديث وكذلك تاريخ هذا العلم وندخل الآن في هذا الدرس في الصميم إن شاء الله تعالى فأقول يتنوع الحديث النبوي الشريف أنواعا متعددة بحسب الاعتبارات وذلك على النحو الآتي أنواع الحديث باعتبار قائله وأنواع الحديث باعتبار عدد رواته وأنواع الحديث باعتبار القبول والرد ونبدأ بأنواع الحديث باعتبار قائله فيتفرع الحديث باعتبار من يسند إليه إلى أربعة أنواع إما أن ينسب إلى الله عز وجل فيسمى قدسيا أو ينمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلقب بالمرفوع أو لا يتجاوز به الصحابي فينعت بالموقوف أو ينتهي إلى التابع فيوسم بالمقطوع ونبدأ بأعلاها وهو الحديث القدسي ونبدأ في الحديث القدسي بتعريفه ونبدأ أولا بالتعريف اللغوي فأقول القدس في اللغة هو الطهر والتقديس هو التطهير والقدوس هو الطاهر من كل عيب ومعناه في أسماء الله تعالى المنزه عن كل نقص أما الحديث القدسي في الاصطلاح فهو كل قول صريح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل هذا تعريف دقيق اختاره بعض العلماء كل قول صريح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فهذه الألفاظ فيها تقييدات فقولنا كل قول صريح يخرج غير القول يعني يخرج الفعل ويخرج القول غير الصريح فالفعل لا يعد حديثا كدسيا والقول غير الصريح لا يعد حديثا كدسيا فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كيف يكون الفعل قلنا قوله كل قول صريح كل قول صريح يخرج به الفعل يخرج به الفعل ومن الفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزء وأنزل في الأرض جزء واحد فأول الحديث جعل الله الرحمة مئة جزء هذا فعل وليس قول يعني جعل جعل فعل من الله تعالى وليس قولا من الله سبحانه وتعالى لذلك هذا لا يعد من الحديث القدسي عند العلماء لا يعد من الحديث القدسي فالحديث القدسي كما عرفه بعض العلماء كل قول صريح فقلنا بالقول يخرج الفعل وبالقول الصريح يخرج القول غير الصريح ومن القول غير الصريح ما في الحديث إن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد إن الله أوحى إلي أن تواضعوا هذا قول ليس بصريح من الله تعالى أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي تواضعوا حينئذ يكون القول صريحا فيكون قدسيا لكن جاءت سياقة الحديث هكذا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فهذا قول غير صريح لذلك لا يعد هذا الحديث من الأحاديث القدسية إن الله أوحى إلي أن تواضعوا يعد في الأحاديث النبوية ولا يعد في الأحاديث القدسية فالتعريف مرة أخرى كل قول صريح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أما ما روي عن عيسى عليه السلام وعن موسى عليه السلام وعن غيرهما من أنبياء الله تعالى ورسله فلا يعد من الأحاديث القدسية عند العلماء فمن الشرطنا أن يرويه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو كل قول صريح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أما لو رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من الملائكة أو عن جبريل خاصة فلا يعد قدسيا فمن هنا بهذه المخرجات والمحترزات نفهم معنى هذا التعريف وهو قول المعرف للحديث القدسي كل قول صريح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل هذا تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح أما سبب تسمية الحديث القدسي بهذا الاسم فقد سمي الحديث القدسي بهذا الاسم لسببين أولا أنه مضاف إلى القدوس وهو الله تبارك وتعالى يعني نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أو فيما روى عن الله تبارك وتعالى أو نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال فأضيف هذا الحديث أو هذه الأحاديث إلى الله عز وجل وهو القدوس سبحانه أي المنزه عن كل نقص والقدوس اسم من أسماء الله تعالى أيضا من أسباب التسمية أن موضوع عامة الأحاديث القدسية موضوع عامتها تقديس الذات الإلهية تقديس الذات الإلهية وهذا هو الغالب على الأحاديث القدسية مثلا عندما نسمع قول قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يعني التقديس للذات الإلهية أيضا نجد ونرى هذا في الحديث القدسي الآخر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كل هذا فيه تقديس للذات الإلهية وتعظيم للرب سبحانه وتعالى أما أشهر أسماء الحديث القدسي فله أسماء متعددة من أسمائه ما ذكرناه أولا الحديث القدسي من أسمائه أيضا الحديث الإلهي الحديث الإلهي من أسمائه أيضا الحديث الرباني فنقول الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية أو الأحاديث الربانية لكن في الكتب أكثر ما استعمل الحديث القدسي والحديث الإلهي مثال على الحديث القدسي أو بعض الأمثلة على الحديث أو على الأحاديث القدسية أذكر أولا حديثا مشهورا عظيما وكل الأحاديث هي عظيمة يرويه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم بعد ذلك الحديث طويل وفي هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا إلى آخر الحديث فهذا من الحديث القدسية الجليلة وأظن أن الإمام أحمد يقول إن هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام لأن الذي رواه قبل عن أبي ذر هم شاميون وهذا الحديث له جلالة في النفوس عندما يقرأه الإنسان تهتز يهتز بدنه ويهتز قلبه عندما يسمع كلمات هذا الحديث الجليل والعظيم ومما ينبئ بعظمته أن تقي الدين السبكي جاء مرة إلى الشام وسلم أمر المدرسة الأشرفية أو دار الحديث الأشرفية في دمشق فلما ولي هذه الدار ابتدأ أول درس له بشرح هذا الحديث وظل يشرح هذا الحديث أربعة عشر سنة مكث في دمشق في دار الحديث الأشرفية أربعة عشر سنة وهو يشرح هذا الحديث له مجلس كل مدة في شرح هذا الحديث من الأحاديث القدسية أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه مصدر لفظ الحديث القدسي مصدر لفظ الحديث القدسي يعني بمعنى هل الحديث القدسي لفظه من الله تبارك وتعالى أو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك عند العلماء أن المعنى من الله تعالى لكن اللفظ هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الله عز وجل فجمهور العلماء في الحقيقة ذهبوا إلى أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله عز وجل لكن يرد هنا إشكال كيف يكون اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نحن يقول الله تبارك وتعالى أو قال الله عز وجل العلماء بيّنوا ذلك وقالوا هذا مثل قول المفسر عندما يشرح آية أو عندما يشرح آيات من القرآن الكريم والطبر يفعل هذا في مواضع كثيرة من تفسيره جامع البيان يأتي بالآية ثم يقول يقول الله تعالى أو يقول الله عز وجل ويتكلم ويتكلم بالتفسير من عنده فتستعمل مثل هذه العبارات عند العلماء كذلك في الأدب في دروس الأدب يأتي أديب ويشرح أبياتا من الشعر فيذكر بيتا من الشعر ويقول يقول الشاعر ويشرح هو لا يقصد أن الشاعر هو قال هذا الشرح وإنما يذكر هذا الشرح من لفظه لذلك قالوا هذا من هذا الباب عندما نقول يقول الله تبارك وتعالى مع العلم أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء في الحقيقة ذهبوا إلى أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تبارك وتعالى بعض العلماء وبعض المحققين رأوا أن اللفظ والمعنى من الله تعالى وهو قول وجه اللفظ والمعنى من الله تعالى وقالوا إن الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال الله تعالى أو يقول الله تبارك وتعالى وهذا يدل على أن اللفظ يعني ظاهر الكلام أن اللفظ من الله تبارك وتعالى فهم أخذوا بهذا الظاهر هذا بالنسبة للفظ مصدر لفظ الحديث القدسي إذن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله تعالى وبعضهم ذهب إلى أن اللفظ والمعنى من الله تبارك وتعالى ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم هناك فرق واضح بين الحديث القدسي والقرآن الكريم القرآن الكريم كما قال العلماء لفظه ومعناه من الله تعالى بوحي جلي أما الحديث القدسي فعلى قول جمهور العلماء الذين سبق ذكرهم قبل قليل الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تعالى أما القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى ولو جئنا إلى الطائفة التي قالت إن اللفظ والمعنى من الله تعالى يعني جماعة من محققي العلماء ذهبوا إلى أن اللفظ والمعنى في الحديث القدسي من الله تبارك وتعالى فما الفرق بينه وبين القرآن الكريم هناك فرق قلنا القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تعالى بوحي جلي بوحي جلي أما الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى بوحي أعم من أن يكون جليا أو غير جلي أما القرآن الكريم لابد أن يكون بوحي جلي يعني بمعنى أن كل آية نزلت من القرآن جاء بها جبريل أو أنزلها الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام يعني هذه الطريقة من طرق الوحي هذا معنى الوحي الجلي يعني من خلال جبريل عليه السلام أما الأحاديث القدسية قد يكون بعضها من خلال جبريل قد يكون بعضها بالرؤية المنامية قد يكون بعضها بالإلهام وهكذا هذا أمر في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أيضا من الفروق الواضحة بين القرآن الكريم والحديث القدسي أن القرآن معجز تحدى الله سبحانه وتعالى به الناس بل تحدى به الإنس والجن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أما الحديث القدسي لم يرد به ذلك لم يرد به التحدي لم يرد به الإعجاز كذلك القرآن الكريم متواتر أما القدسي ليس كذلك يعني القرآن الكريم كل آية من آياته هي متواترة بل نقلت إلينا بأعلى طرق التواتر ينقلها الجيل عن الجيل عن الجيل وهكذا إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن عن جبريل وتلقاه جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى أيضا من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن الكريم متعبد بلفظه بخلاف الحديث القدسي لذلك لا يجوز لأحد حتى ولو اعتقد أن لفظ الحديث القدسي ومعناه من الله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يقرأ حديثا كدسيا في الصلاة ولو قرأ حديثا كدسيا في الصلاة تبطل صلاته بالنسبة للمؤلفات في الأحاديث القدسية هي كثيرة وهي عند المتأخرين لم تكن عند المتقدمين وإنما هي عند المتأخرين طبعا المتقدمون كانوا يدخلون الأحاديث القدسية مع الأحاديث النبوية يعني كتب الحديث كتب الرواية تشمل الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية لكن المتأخرين بعد ذلك وكما قلت يعني مرحلة الجمع والترتيب والتقريب وكذا أرادوا أن يقدموا خدمة للناس فاهتموا بالجمع والترتيب والتصنيف ومن هذا الأمر إفرادهم للأحاديث القدسية بتأليف مستقلة فوجدت كتب كثيرة في الأحاديث القدسية من تلك الكتب الأربعون الإلهية لابن المفضل المقدسي هذا كتاب قديم في الأحاديث القدسية قديم لكن صاحبه من المتأخرين توفي سنة 611 وأنا قلت التأليف في الأحاديث القدسية أو إفراد الأحاديث القدسية جاء عند المتأخرين فابن المفضل أو علي بن المفضل المقدسي ثم الإسكندراني لأنه كان في الإسكندرية هو أصله من بيت المقدس لكنه سكن الإسكندرية وتوفي بالقاهرة فيما بعد أو نعم له كتاب الأربعون الإلهية الأربعون الإلهية وهذا الرجل مع أنه من المتأخرين اهتم بالإسناد في كتبه اهتم كثيرا بالإسناد في كتبه لذلك هذا الكتاب هو مسند مسند بمعنى أن الأحاديث الأربعين أن هذه الأحاديث الأربعين رواها ابن المفضل بسنده بسنده والكتاب مطبوع هو حقك تحقيقا جيدا وهو مطبوع أيضا من المؤلفات في الأحاديث القدسية المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية ولاحظوا هنا كيف أن الأول سمى كتابه الأربعون الإلهية قلنا من أسماء الأحاديث القدسية الأحاديث الإلهية فالأول سمى كتابه الأربعون الإلهية والثاني قال المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية والكتاب الثاني هذا هو لأب القاسم ابن بلبان المقدسي يعني لابن بلبان المقدسي المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية أيضا من الكتب المشهورة في الأحاديث القدسية الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي ثم جاء رجل من المتأخرين وألف كتابا في الأحاديث القدسية سماه بهذا الاسم تماما سماه الإتحافات السنية الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية يعني على اسمه كتاب عبد الرؤوف المناوي والكتب كثيرة جدا في هذا الباب المتأخرون لهم كتب كثيرة في الأحاديث القدسية طيب هذا ما يتعلق بالحديث القدسي نحن أساسا نتكلم عن أنواع الحديث باعتبار قائله قلنا الحديث إما أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى فيكون قدسيا أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو إلى الصحابي فيكون موقوفا أو إلى التابعي فيكون مقطوعا فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو سيرة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو سيرة يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الحديث المرفوع ويسمى مرفوعا سواء أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أو التابعي أو أضفناه نحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اليوم لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يسمى مرفوعا يسمى مرفوعا ولو قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا هو مرفوع مدام رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ويدخل فيه القول ويدخل فيه الفعل ويدخل فيه التقرير ويدخل فيه الوصف يعني الوصف الخلقي والوصف الخلقي ويدخل فيه أيضا السيرة كثيرون قد لا يذكرون السيرة فيقتصرون على قولهم مثلا ما أضيف أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ويقولون إن السيرة هي إما قول أو فعل أو تقرير أو وصف فلا داعي لزيادة الكلام والأصل في التعريفات أن تكون يعني أن لا يوجد فيها شيء زائد لكن كلمة السيرة في الحقيقة أنا ذكرتها لأنها مهمة لأن بعض الأمور قد لا تدخل في الأمور السابقة مثلا حديثة عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح مثلا هذا الكلام هل يقوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من فعله هل هو من تقريره هل هو من وصفه لا هذا يدخل في السيرة نعم الأمثلة على هذا قليلة لذلك إضافة كلمة سيرة يعني مهمة هنا في التعريف هذا بالنسبة للحديث المرفوع يعني للنوع الثاني من أنواع من الأنواع التي نتحدث عنها وهي أنواع الحديث باعتبار قائله إما قدسي وإما مرفوع وإما موقوف والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير هذا يسمى حديثا موقوفا سواء أضافه التابعي أو أضفناه نحن اليوم قلنا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة فهذا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه فهذا من الحديث الموقوف يعني سواء نقله التابعي عن الصحابي أو نقله المتأخرون عن الصحابي مباشرة فما دام أضيف أو نقل عن الصحابي من قوله أو من فعله أو تقريره فيسمى موقوفا لكن الوصف والسيرة لا تدخل في تعريف الحديث الموقوف لذلك الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو سيرة أما الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ونقف هنا وأقوال الصحابة ومذاهبهم تعد في الموقوفات إذا خلط عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع وسيأتي الحديث عن هذا يعني في بعض الأحيان يتكلم الصحابي بكلام لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفع أما إذا كان داخل في دائرة الاجتهاد فعندما يتكلم الصحابي بكلام في مسألة ما في حكم ما وهكذا فيعد هذا من الموقوفات وطبعا كلمة الموقوف الحديث الموقوف نستعملها في الصحابة أما مع التابعين نقول الحديث المقطوع لكن في بعض الأحيان العلماء يستعملون مع التقييد كلمة الموقوف فيما رواه أو فيما قاله التابعي يعني كأن نقول هذا الكلام موقوف على الحسن البصري أو موقوف على سعيد ابن المسيب مثلا موقوف على فلان من التابعين هذا يصح مع التقييد نقول موقوف على سعيد ابن المسيب لكن لا نقول لحديث موقوف أو روية أو نقل عن سعيد ابن المسيب من قوله نقول هو موقوف ونسكت نقول موقوف على فلان مع التقييد يجوز هذا الاستعمال أما مع الإطلاق فلا يكون الموقوف إلا في حق الصحابة نستعمله مع الصحابة طيب ما حكم قول الصحابة الذي ليس له حكم الرفع يعني الصحابة قال كلاما وهذا الكلام لا نقول إن له حكم الرفع أي فيه مجال للاجتهاد من الصحابة ما حكم قول الصحابة يعني هل يعتبر حجة في الدين في الحقيقة العلماء اختلفوا في هذا الأمر وجمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية وأحمد في المشهور عنه إلى أن الحديث الموقوف هو حجة يثبت به الحكم الشرعي لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على التمسك بسنته وهناك مذهب آخر وهو للشافعية قالوا الحديث الموقوف ليس بحجة لاحتمال أن يكون من اجتهاد الصحابة أو أن يكون الصحابة سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للحديث الموقوف أما الحديث المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل فلا ندخل فيه التقرير يعني تعريف المرفوع أوسع في كلماته ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو سيرة أما بالنسبة للصحابي الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ونقف بالنسبة للتابعي ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل فكل هذا من الحديث عند العلماء لكن المتأخرين وفرق من العلماء من قبل فصلوا بين الأحاديث هذه فسموا الحديث المرفوع سموه حديثا أطلقوا عليه كلمة الحديث أما بالنسبة للحديث الموقوف والحديث المقطوع سموا ذلك أثرا سموا ذلك أثرا لذلك بعض العلماء ألف مثلا كتاب معرفة السنن والآثار معرفة السنن والآثار يعني السنن التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين يعني عن السلف الأول رضوان الله عليهم والمقطوع هو غير المنقطع المقطوع غير المنقطع المنقطع سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن أنواع الحديث باعتبار القبول والرد سنتكلم عن الحديث المنقطع أما هنا تكلمنا عن الحديث المقطوع لأنه أحد أنواع الحديث باعتبار قائله فالحديث المقطوع إذن ما أضيف إلى الصحابة إلى التابعي من قول أو فعل فالمقطوع غير المنقطع وإن كان بعض العلماء السابقين كالإمام الشافعي وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري استعملوا كلمة المقطوع وأرادوا بها المنقطع طبعا استعملوا ذلك قبل أن يستقر الاصطلاح قبل أن يستقر الاصطلاح بعد ذلك استقر الاصطلاح على أن المقطوع غير المنقطع والأنواع التي ذكرتها الآن أنواع الحديث باعتبار قائله الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع هذه كلها من مباحث المتن يبحث عنها علماء الحديث ضمن أو يذكرونها ضمن مباحث المتن أما الحديث المنقطع والمرسل والمعضل ونحو ذلك هذه تكون من مباحث الإسناد مباحث الإسناد لذلك بعض طلبة العلم الصغار الآن يعني في السن عندما يسألون والله عندهم حديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العمال بالنيات يقال لهم أين ينتهي السند يضعون خطا بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا فلان عن فلان عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظنون أن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الإسناد هي ليست من الإسناد عندما وصلنا إلى كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخل المتن دخل المتن فالحديث المرفوع والموقوف والمقطوع كما قلنا من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد من قبل تحدثنا عن حكم الحديث الموقوف وقلنا جمهور العلماء قالوا بأنه حجة وخالف في ذلك الشافعية ليس تقليلا من أمر الصحابة وإنما قالوا لاحتمال أن يكون هذا من اجتهاد الصحابة يعني الذين قالوا بالقول الأول وهم الجمهور قالوا الصحابي في العادة الذي عايش النبي صلى الله عليه وسلم كان همه أن ينقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم سواء نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينسبه لذلك قالوا إن الحديث الموقوف هو حجة أما بالنسبة للحديث المقطوع اتفق العلماء على أنه ليس بحجة شرعية ليس بحجة شرعية في نفسه لكن هو يحتج به من وجه آخر ما هذا الوجه الآخر هو أن العلماء قالوا لو أن التابعين مثلا اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال فلا يجوز لنا أن نبتدع قولا رابعا لو اختلفوا على أربعة أقوال لا نبتدع قولا خامسا وهكذا لكن القول الواحد بعينه ليس بحجة هذا هو المقصود القول الواحد بعينه ليس بحجة لكن أقوالهم في جملتها حجة نختار منها نتخير منها إما أن نأخذ بهذا القول أو نأخذ بهذا القول أو بهذا القول ما هي مضان الأحاديث الموقوفة والمقطوعة طبعا الأحاديث المرفوعة موجودة في كتب الرواية الحديثية التي كانت في القرن الثالث وغير القرن الثالث يعني الكتب الستة كلها في يعني أساسها في الأحاديث المرفوعة الأحاديث المرفوعة أما الأحاديث القدسية فقديما كانوا يجدونها ضمن كتب الرواية يعني ننظر فيها في الكتب الستة سنجد أحاديث قدسية كثيرة لم تكن مفصولة لكن المتأخرين كما سبق جمعوا هذه الأحاديث من كتب السنة وأفردوها في مؤلفات لكنهم لم يذكروا أو أكثرهم لم يذكر أسانيدها لم يذكر أسانيدها جمعوها جمعا فلو أردنا أسانيدها سنرجع إلى كتب الرواية الحديثية وإن كان بعضهم كما قلت كابن المفضل المقدسي جمع أربعين حديثا من الأحاديث القدسية وسمى الكتاب الأربعين الإلهية وأوردها بأسانيده هو يعني أسندها من مضان الأحاديث الموقوفة والمقطوعة يعني الأماكن التي يكثر فيها الحديث الموقوف أو المقطوع يعني إذا كان عندنا حديث موقوف أو مقطوع ونريد أن نفتش عنه أين نفتش؟ هل نفتش في الكتب الستة؟ لو فتشنا في الكتب الستة في الغالب لا نجد نعم هناك بعض الموقوفات في الكتب الستة والمقطوعات لكن ذكرت عرضا ليست أساسا أما هذه الموقوفات والمقطوعات مظنتها كتب متعددة مثل الجامع أنا أبدأ بالأقدم الجامع لمعمر ابن راشد الجامع لمعمر ابن راشد هذا الكتاب من كتب الجوامع الأولى يعني ليس على طريقة البخاري ومسلم طبعا كتاب البخاري هو من الجوامع ومن رؤوس هذا النوع كتب الجوامع لكن كتب الجوامع التي منها الجامع لمعمر ابن راشد والتي كانت في القرن الثاني الهجري لأن معمر ابن راشد من أهل القرن الثاني الهجري الجوامع في القرن الثاني الهجري تختلف عن الجوامع في القرن الثالث الهجري فما بعده فالجوامع في القرن الثالث الهجري فما بعده هي الكتب التي اجتملت على عامة أبواب الدين واقتصر فيها من حيث الأصل على الأحاديث المرفوعة أما الجوامع في القرن الثاني الهجري تشبه المصنفات تشبه المصنفات بمعنى أنها تشتمل على المرفوعات والموقوفات والمقطوعات يعني لا تقتصر على المرفوع ولا تشتمل على كل أبواب الدين ولا تشتمل على كل أبواب الدين فهي تشبه الكتب المعروفة بالمصنفات فلابد من التمييز بين الجوامع التي كانت في القرن الثاني الهجري والجوامع التي كانت بعد ذلك فالمشهور هو ما كان في القرن الثالث الهجري المشهور عند الناس يعني في معنى الجوامع أن الجوامع هي التي اجتملت على عامة أبواب الدين وكانت الأحاديث فيها من حيث الأصل مرفوعة فالجامع لمعمر ابن راشد ليس كذلك طبعا أنا من الضروري أن أبين هذا الأمر لما؟ لأنني ذكرت الجامع لمعمر ابن راشد ضمن مضان الأحاديث الموقوفة والمقطوعة فلو أخذنا معنى الجامع على المعنى المشهور والذي استعمله الإمام البخاري فمن بعده سنجد إشكالا أنه كيف نمثل بالجامع لمعمر ابن راشد على مضان الموقوفات والمقطوعة فالجوامع إذن في القرن الثاني الهجري تختلف وهي أشبه بالمصنفات والمصنفات كما سيأتي هي مضنة الموقوفات والمقطوعات أيضا من مضان الأحاديث الموقوفة والمقطوعة الموطأ للإمام مالك ابن أنس الموطأ للإمام مالك يجتمل على المرفوع وعلى الموقوف وهو كثير الموقوف لذلك نقول هنا مضنة الموقوف والمقطوع يعني يكثر هذا يوجد بكثرة فكتاب الموطأ للإمام مالك بهذه الصورة لأنه هو إلى جانب كونه كتاب حديث وكتاب فقه والفقه دائما يريد أن يذكر بعد الأحاديث المرفوعة يذكر ما ذكره الصحابة في هذا الموضوع ثم ما ذكره التابعون في هذا الموضوع أيضا من مضان الموقوفات والمقطوعات السنن لسعيد بن منصور وهذا من كتب السنن هو اسمه السنن وكتب السنن عادة من حيث الأصل تقتصر على المرفوعات فكيف يذكر هنا كتاب في السنن على أنه من مضان الموقوف والمقطوع لأن السنن لسعيد بن منصور هو بمعنى المصنفات يعني يدخل لو أردنا أن نصنف هذا الكتاب السنن لسعيد بن منصور ندخله في قائمة المصنفات ليس في قائمة كتب السنن وإن كان اسمه السنن أيضا من مضان الأحاديث الموقوفة والمقطوعة المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة وهذا معروف ومشهور بل هو أهم هذه الكتب في مضان الموقوفات والمقطوعات وأيضا هناك المصنف لعبد الرزاق الصنعاني لكن مصنف أبي بكر بن أبي شيبة هو أوسع بكثير من ذلك أيضا لو ذهبنا إلى كتب غير حديثية مثلا عندنا أقوال للصحابة وأقوال للتابعين في معنى آيات من القرآن الكريم حتى نسهل على أنفسنا نذهب إلى كتاب اعتنى بهذا الأمر وهو كتاب تفسير أبي جعفر الطبري يعني جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري اهتم بهذا الجانب ويذكر أقوال السلف في المسألة بعد أن يذكر الأحاديث النبوية في معنى الآيات القرآنية هناك بعض التفريعات تدخل تحت هذا الموضوع يعني الموضوع أنواع الحديث باعتبار قائله وكلنا ينقسم إلى قدسي ومرفوع وموقوف ومقطوع من تلك التفريعات التي تدخل تحت هذا التقسيم مسائل منها قول الصحابي والتابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو قولهما من السنة كذا يعني لو أن الصحابي قال أمرنا بكذا أو قال نهينا عن كذا أو قال من السنة كذا هل هذا مرفوع؟ هل هو موقوف؟ أم ماذا؟ كذلك لو قال التابعي هذا الكلام أمرنا بكذا أين يدخل؟ من السنة كذا هل هو مرفوع أو غير مرفوع فلابد أن نفصل هنا الصحابي عن التابعي عندما نجيب قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فجماهير العلماء لا أقول الجمهور بل الجماهير يعني الأكثرية الكبرى من العلماء ذهبوا إلى أن هذا من المرفوع يعني هو حديث مرفوع يعني إذا وجدنا حديث في أوله يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا لا نظن أن هذا من الموقوفات إذا كنا نفصل بين الموقوف والمرفوع فهذا من المرفوع طبعا لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من إليه الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو النبي صلى الله عليه وسلم أما قول التابعي ذلك يعني أن يقول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا في الحقيقة العلماء اختلفوا في هذا الأمر لكن جماعة من المحققين مالوا إلى أن هذا من المرفوع أيضا هو مرفوع عندما يقول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو مرفوع لكنه مرفوع مرسل مرفوع مرسل لأنه لم يذكر الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية قول الصحابي والتابعي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا وهذا يكثر في الأحاديث هذا وذاك فالصحابي عندما يقول كنا نفعل كذا هل هو مرفوع أو غير مرفوع في الحقيقة قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا اختلف العلماء اختلافا واسعا في الموضوع وهناك قولان بارزان الأول اعتمده البخاري ومسلم في صحيحيهما وقلنا من قبل إن البخاري ومسلم يذكرون عادة الأحاديث المرفوعة وذكروا ضمن هذه الأحاديث الكثير من الأحاديث التي فيها كنا كنا نفعل أو كنا نقول هذا يدل على أن البخاري ومسلم رأيا أن هذا من الأحاديث المرفوعة وقال بهذا الأمر عدد من محققي العلماء وصححه الحافظ ابن حجر القول الثاني وهو الذي عليه جمهور المحدثين أننا نفصل في الأمر ننظر هل الصحابي أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قال كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا ولو قال كنا نفعل كذا دون أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكونوا موقوفا أما قول التابعي كنا نقول كذا أو كنا نفعل كذا طبعا لا يمكن أن يعد من المرفوع لا يعد مرفوعا لأنهم لم يدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هو موقوف؟ العلماء قالوا ننظر إن أضافه إلى زمن الصحابي يكون موقوفا وإن لم يضفه يكون مقطوعا المسألة الثالثة في قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه يعني الصحابي قد يتكلم بكلام مثلا يتكلم عن أجر عمل ما عن أجر عمل ما طبعا أجر عمل ما لا يدخل في دائرة الاجتهاد لا يدخل في دائرة الاجتهاد فإذا ذكر الصحابي أن من فعل كذا له عشر حسنات لا يمكن للصحابي أن يجتهد في هذا الأمر بل كلامه هذا فيه إشارة إلى أنه أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقولون في هذا له حكم الرفع ظاهره الوقف لكن له حكم الرفع كذلك النقل عن أو نقل الأمور الماضية والأمور التي تأتي في آخر الزمان عندما يذكر الصحابي شيئا حدث في عهد نوح عليه السلام أو سيكون عند قيام الساعة فهل هذا يعد من المرفوع هو له حكم المرفوع إلا استثنى العلماء إلا إذا كان هذا الصحابي أخذ شيئا عن أهل الكتاب يعني ربما كان هذا النقل عنهم وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن العاص معروف بالنظر في الكتب القديمة مسألة أخيرة في هذا الموضوع في تلك التفريعات في قول التابعي أو من دونه عندما يذكر الصحابي يقول مرفوعا يعني يقول مثلا سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أو يرفعه أو ينميه طبعا الذي استعمل كلمة مرفوعا أو يرفعه أو ينميه أو يسنده هو التابعي هو التابعي كأنه اختصر هنا بدل أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي بكلمة مرفوعا من باب الاختصار فهذا كله مرفوع لا نقول له حكم الرفع بل هو مرفوع بصراحة يعني مرفوع صراحة لا نقول له حكم الرفع بل هو واضح في رفعه فعندما يأتي معنا حديث يقول تابعي مثل ما قلنا سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا أو يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو يرويه أو يسنده كل ذلك يعد مرفوعا لكن على سبيل من أجل التوضيح فقط أقول لو أن أحدا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن صحابيا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه أو يرويه حينئذ سيكون قدسيا لذلك قلت في الكلمات الأولى التابعي هو الذي يقول أما لو أن الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه لو افترضنا أن هذا موجود فحينئذ يكون هذا من باب الحديث القدسي هذا بالنسبة لأنواع الحديث باعتبار قائله أنواع الحديث باعتبار قائله قلنا ينقسم الحديث إلى اعتبارات متعددة كل اعتبار له تقسيمات فهذا هو الأول أنواع الحديث باعتبار قائله قلنا منه الحديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع نذهب إلى التنويع الآخر أو إلى التقسيم الآخر وهو أنواع الحديث باعتبار عدد رواته أنواع الحديث باعتبار عدد الرواة طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم بالحديث في بعض الأحيان كان يتكلم في مشهد عظيم جدا كما كان في حجة الودع وهناك آلاف من الناس معه عشرات الآلاف من الناس طبعا ليس من الضروري جميعا أن يسمعوه لكن الذين حوله عدد كبير جدا قد يكون في مشهد أقل من حيث عدد الناس كما كان في فتح مكة قد يكون في مشهد أقل من ذلك كما لو أنه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة سيكون عدد كبير من الصحابة معه وفي بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث جماعة يسيرة ثلاثة أربعة خمسة يحدثهم يعني يذكر لهم كلاما وفي بعض الأحيان قد يحدث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا كأن يحدث معاذ ابن جبل وهو يركب خلفه أو أن يحدث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها أو أم سلم وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأخبار بالنسبة لعدد الرواد تنقسم إلى قسمين متواتر وآحد متواتر وآحد فالمتواتر ما كانت طرقه كثيرة جدا أو ما كانت طرقه كثيرة أما الأحاد هي خلاف المتواتر طبعا لا نقول الأحاد ما رواه الحديث الذي رواه واحد لا الحديث الذي رواه واحد هو من الأحاد وليس كل الأحاد وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى فإذن الأخبار على نوعين متواترة وآحد ونبدأ بالأعلى ونبدأ بالأعلى وهو المتواتر ما تعريف المتواتر في اللغة التواتر في اللغة هو التتابع وثرا التتابع وثرا ما معنى التتابع وثرا يعني مجيء الواحد بعد الآخر لو دخل جماعة إلى قاعة ما مع بعضهم البعض هذا لا يقال تواتروا أو تتابعوا أما لو دخل واحد وبعض قليل واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد هذا يقال دخلوا على التواتر يعني على التتابع فالتواتر هو التتابع وثرا هذا معناه في اللغة وهذا المعنى نستفيده في المعنى الاصطلاحي أيضا لأن المحدث عندما يأتي إلى حديث ما أولا يراه من طريق صحابي واحد ثم يبحث فيراه من طريق صحابي ثاني ثم يبحث فيراه من طريق ثالث ورابع وخامس وعاشر وهكذا فالمتواتر في الاصطلاح هو كما عرفه العلماء ما رواه عدد كثير تحيل العادة طواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستندهم الحس ما رواه عدد كثير ما رواه عدد كثير كأننا من خلال هذا التعريف نعرف شروط الحديث المتواتر أولا هو ما رواه عدد كثير ثانيا تحيل العادة طواطؤهم على الكذب هؤلاء العدد يعني تحيل العادة طواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء يعني لا بد أن يكون في كل طبقة عدد كثير في كل طبقة وكان مستندهم الحس وكان مستندهم الحس لو كان مستندهم الظن أو مستندهم العقل لا يعد هذا من الحديث المتواتر كما سيأتي توضيحه فصفات الحديث المتواتر المتفق عليها هي هذه الأربعة التي ذكرتها ما رواه عدد كثير العدد الكثير أن تحيل العادة طواطؤهم طواطؤهم على الكذب استمرار كثرة العدد في جميع طبقات السند أن يكون مستندهم الحس نتكلم عن هذه الصفات التي هي صفات للحديث المتواتر المتفق عليه أولا العدد الكثير العدد الكثير في الحقيقة العدد الكثير العلماء اختلفوا يعني ما المراد بالعدد الكثير هل نحد عددا ما أو نختار عددا ما لنقول هم العدد هو عشرة أو اتنعش أو عشرين أو أربعين أو سبعين وكل هذه أقوال قيلت في هذه المسألة وكثير من العلماء اختاروا أن العشرة لأنها أول جموع الكثرة نقول إن العدد الكثير أقله عشرة أقله عشرة لكن كل هذه الأقوال لم يأتي أصحابها بحجة على ما ذهبوا إلي يعني لما اخترنا عشرة ولم نختر تسعة لما اخترنا عشرة ولم تكن تنعش لا يوجد حجة هنا وإن كان قال الذين قالوا بهذا قالوا أول جموع الكثرة العشرة الصحيح الذي اختاره العلماء أننا لا نحصره بعدد معين لكن لابد من الكثرة نحن قلنا الشرط أن يكون العدد كثيرا لكن كم هذا العدد لا يحصر بعدد معين لأن العبرة بإفادة العلم اليقيني يعني الخبر إذا سمعناه من جماعة وأفادنا ذلك العلم اليقيني الذي لا شك فيه أبدا حينئذ يكون متواترا إذا لم يفد العلم اليقيني حتى ولو نقل هذا الكلام ألف إنسان لا يعد متواترا فالعدد الكثير لابد منه لكن لا نحصره بعدد معين وإنما نقول هذا العدد الكثير إذا أفاد العلم اليقيني يعني إذا جماعة أبلغونا بخبر وتيقننا هذا الخبر يعني لا يوجد في أنفسنا أدنى شك في أن هذا الخبر هو صحيح وكأننا سمعنا هذا الخبر بآذاننا فحينئذ يكون هذا من المتواتر يكون هذا يعني هذا عدد التواتر هذا عدد التواتر يعني قد يكون العدد سبعة قد يكون ثمانية قد يكون تسعة ليس شرطا أن يكون عشرة وطبعا عندما يكون سبعة من الصحابة ليس مثل سبعة من أهل القرن الرابع في فرق لابد أن نلاحظ هنا جلالة المتكلم أو جلالة من كان في هذا العدد فهذا هو الصحيح في هذا الأمر أننا لا نحده بعدد معين وإنما العبرة بإفادة العلم اليقيني إذا أفاد العلم اليقيني انتهى الأمر صار من المتواتر الصفة الثانية أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني أن يحيل العقل اتفاق هؤلاء على كذب يعني ممكن أن يجتمع نترك الآن وسائل التواصل الآن نتكلم عن أمر قديم لم تكن هناك وسائل التواصل ممكن أن يأتي خمسة عشر عشرين واحد ويتفقوا فيما بينهم أن يكذبوا كذبة ما يمكن أن يكون هذا فلذلك الذين بحثوا في أمر التواتر نظروا إلى هذا الأمر لذلك اشترطوا من شروط تحقيق التواتر كما قلنا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب والتواطؤ هو اتفاق جماعة على اختراع شيء معين بعد المشاورة والتقرير وطبعا في الحديث المتواتر لا يشترط أن يكون ذلك العدد من أماكن متفرقة يعني البعض قد يقول والله حتى أن نأمن جانب التوافق أو التواطؤ على الكذب فنختار هذا من بلد وهذا من بلد وهذا من بلد حينئذ يكون الحديث متواترا لا يشترط حتى ولو كانوا من مكان واحد لكن لابد من ملاحظة هذا الشرط أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لأن العلماء هم الذين يدرسون هذا الأمر ويحققون في هذه المسائل وطبعا العبرة بالكثرة التي تجعل العقل يحيل الاجتماع على الكذب وليس من شرط التواتر في الأصل أن يكون المخبر عدلا قال الإمام النووي ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة يعني في الحديث المتواتر لا يشترط أو أي خبر متواتر لا يشترط فيه الإسلام ولا العدالة أما الحديث الصحيح الحديث الصحيح لابد أن يكون راويه عدلا ضابطا لابد أن يكون عدلا والإسلام من العدالة هنا لكن الحديث المتواتر لا يشترط فيه لا الإسلام ولا العدالة قد يقول البعض هذا شيء غريب هذا يخالف القواعد التي وضعها المحدثون نعم هذا أمر غريب والسبب في ذلك أن الحديث المتواتر ليس من صنعة المحدثين هو ليس من صنعة المحدثين وإنما أخذه المحدثون عن الأصوليين والعلماء المتأخرون كانوا يجمعون علوم كثيرة بين أصول الفقه وأصول الحديث والفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من علوم لذلك تداخلت العلوم فالمتخصص في أكثر أمر يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك فمن هنا دخل الحديث المتواتر وإلا الحديث المتواتر من حيث الأصل ليس من صنعة المحدثين لأن صنعة المحدثين في علوم الحديث أن يبحثوا هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح أما المتواتر هو مقطوع بصحته هو يخرج عن هذا الباب فالحديث المتواتر إذن مقطوع بصحته فهذا الشرط قلنا الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطئهم على الكذب يعني أن يحيل العقل اجتماع هؤلاء واتفاق هؤلاء على كذب ما وهذا يعرفه العلماء وينظرون في أحوال هؤلاء الرواة هل هم صادقون هل فلان كذب ولو مر بل الذي يكذب في كلام الناس ولا يكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنسان يكذب في كلامه في الكلام عندما يحدث الناس هذا يقولون متهم بالكذب أما الذي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كذب والمتهم بالكذب يعني الذي لم يعرف عنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يكذب في كلام الناس يسقطه العلماء إلى درجة متدنية يعني سيكون قبل الكذاب بدرجة قبل الذي يكذب بدرجة واحدة فقط يعني يكون مثل من قال فيه العلماء متروك الحديث أو هالك أو ساقط أو تالف هذه عبارات تستعمل في نفس هذه المرتبة التي يقال في صاحبها متهم بالكذب والمتهم بالكذب كما قلنا ليس هو الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف عنه كذب لا يقال كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال متهم بالكذب وإنما يقال كذاب أو يكذب أو كذب إذا كان فعل هذا مرة يقولون كذب في حديث كذا أما كذاب فيها هي صيعة مبالغة يعني والعلماء طبعا وضعوا مراتب للجرح والتعديل ووضعوا كل إنسان في مكانه بل هؤلاء الكذابون أو المتهمون في مراتب قلنا المتهم بالكذب مرتبة دونها الكذاب دونها فلان مثلا جراب الكذب جراب الكذب وعائل كذب ونحو ذلك يعني فيها أمور هناك مبالغة في الكذب الشرط الثالث أو الصفة الثالثة من صفات الحديث المتواتر استمرار كثرة العدد في جميع طبقات السند استمرار كثرة العدد في جميع طبقات السند يعني إذا كان عندنا حديث رواه عن النبي تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ثم رواه عن هذا الصحابي عشرة ثم بعد ذلك زاد العدد عن العشرة من التابعين وهكذا هذا لا يعد متواترا لا بد أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند في جميع طبقات السند تكون الكثرة ليس فقط في طبقة التابعين أو أتباع التابعين بل أيضا في طبقة الصحابة لا بد من وجود العدد الكثير في جميع الطبقات إذن يشترط ذلك مثلا لو جئنا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره وطبعا هو أول حديث في صحيح البخاري طبعا البخاري أورد هذا الحديث أو أخرج هذا الحديث في مواضع من صحيحه ليس في الموضع الأول فقط لكن هو الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات المشهور وهذا الحديث حتى نعرف الطبقات كيف تكون هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن شيخه الحميدي يعني عن أبي بكر الحميدي رواه عن الحميدي قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير فالحميدي اسمه عبد الله بن الزبير حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وسفيان هنا هو ابن عيينة فعندما الحميدي يروي عن سفيان المقصود ابن عيينة قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال يعني يحيى ابن سعيد الأنصاري أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هكذا أخرجه الإمام البخاري في أول مرة وطبعا أنا أسقط كلمة بقصد لأن رواة البخاري هكذا في المرة الأولى في مرات أخرى أو في أماكن أخرى ذكر الحديث بتمامه وكأن البخاري جعل هذا الحديث يعني مقدمة نحن قلنا من قبل في الدرس الماضي إن الإمام البخاري لم يضع مقدمة لكتابه لكن من العلماء من يقول مقدمته هو هذا الحديث مقدمته هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث حسب السياق الذي ذكرته الآن فكأن الإمام البخاري حذف تلك القطعة من الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حذفا هنا أسقطها مع العلم أن الحميدي رواها والبخاري هنا يروي عن الحميدي قالوا إن الإمام البخاري طبعا هناك أجوبة للعلماء من أجوبتهم الجيدة قالوا الإمام البخاري أراد أن لا يزكي نفسه وأن لا يزكي عمله يعني كأنه عندما يأتي بالحديث كاملا كأنه يقول أنا أردت الله ورسوله في عملي هذا فلذلك يعني ذكر الجملة الثانية ولم يذكر التي قبلها فقال فمن كانت هجرته مرة أخرى أقول اللفظ الذي ذكره البخاري أول مرة في صحيحه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالعلماء قالوا إن الإمام البخاري أراد أن ينفي التزكي عن نفسه وعن عمله وعن كتابه هذا هذا من جهة من جهة أخرى لا سيما وأنني قلت من قبل نقلا عن بعض العلماء إن هذا الحديث يعد مقدمة لصحيح البخاري الإمام البخاري بيّن منهجه في هذا الكتاب من خلال هذا الحديث ومن خلال إيراد هذا الحديث بهذه الصورة لأن الإمام البخاري بخلاف مسلم معروف أنه يختصر الحديث يختصر الحديث من منهجه أنه يختصر الحديث لذلك يرد الحديث الواحد في أماكن متفرقة وقد يذكر في كل مكان قطعة من الحديث ويسقط منه قطعة هو هكذا منهجه لما؟ لأنه أراد أن يجمع بين الفقه والحديث كل فقه ومحدث سنجد عنده مثل هذا الأمر أما الإمام مسلم أراد الصنع الحديثية مجردة فلذلك يأتي بالحديث ويسوقه بالكامل ولا يكرره في الأبواب إلا قليلا أن يحدث هذا في بعض الأحيان لكن الإمام البخاري اشتهر عنه هذا الأمر ومشهور في كتابه ونجد الحديث الواحد في أماكن أو الكثير من الحديث في أماكن كثيرة من كتابه ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات فكأنه هنا اختصر هذا الحديث للسبب الذي ذكرته من قبل عدم تسكية نفسه وليبين للناس أن من منهجه أن من منهجه اختصار الحديث يعني إذا عرف الإنسان هنا قد يكون إنسان عامي عندما يسمع هذا الحديث بهذه الصورة يقول سقطت جملة من هذا الحديث فحينئذ ينبأ ويقال له لما أسقطها الإمام البخاري في هذا المكان وطبعا هذا الكتاب هو في الحقيقة صحيح البخاري هو مؤلف للعلماء وليس لعامة الناس هذا الحديث مرة أخرى أنا تكلمت عن ألفاظه وهي خارج هذا السياق لكن نعود إلى الإسناد وهو المهم عندنا هنا فهذا الحديث إذن رواه الإمام البخاري عن شيخه الحميدي ورواه الحميدي عن ابن عيينة ورواه ابن عيينة عن محمد ابن إبراهيم التيمي ورواه التيمي عن علقمة ابن وقاص ورواه علقمة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين على نسق يعني في عدة طبقات يعني في ثلاث طبقات فيحيى بن سعيد الأنصاري تابعي ومحمد بن إبراهيم التيمي تابعي وعلقمة ابن وقاص تابعي فنجد هنا تابعي يروي عن تابعي عن تابعي فهذه ثلاث طبقات أما لو جئنا في حديث ورواه ثلاثة معا في مرتبة واحدة فهذه طبقة فهنا ثلاث طبقات لأن يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن التيمي والتيمي يروي عن علقمة وكل هؤلاء من التابعين ولا يهم هذه من اللطائف الإسنادية فقط أشير إليها إشارة لكن نعود إلى موضوعنا كلنا من صفات الحديث المتواتر المتفق عليه استمرار كثرة العدد في جميع طبقات السند فعندنا طبقات هذا السند فوق البخاري الحميدي وابن عيينة والتيمي وعفوا يحيى بن سعيد الأنصاري والتيمي وعلقمة وعمر رضي الله عنه ست طبقات ست طبقات فحتى يكون الحديث متواترا لابد أن يكون عدد التواتر في كل طبقة من هذه الطبقات يعني لابد أن يكون كثرة العدد في كل طبقة من هذه الطبقات حتى نطلق عليه أنه متواتر لكن لو تواتر في طبقة نقول تواتر هنا أو تواتر عن فلان هذا لا يضر هذا أمر نسبي أما أن نطلق على الحديث أنه متواتر مع أنه غير متواتر لا يصح مثلا هذا الحديث تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد به عن عمر رضي الله عنه علقمة بن وقص وتفرد به عن علقمة بن وقص محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري ثم بعد ذلك رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري العشرات بل البعض قال رواه المئات رواه المئات عن يحيى بن سعيد الأنصاري يعني بمعنى أنه تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري يعني ممكن هنا أن نقول إنه تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري لكن لا يحق لنا ولا يجوز لنا هنا أن نقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات هو متواتر لما؟ لأن هذا التواتر ليس في كل الطبقات بدليل أن يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به عن شيخه محمد بن إبراهيم التيمي وشيخه تفرد به عن شيخه وهو علقما بن وقاص وعلقما تفرد به عن شيخه وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا إذن حديث فرد أو حديث غريب فنعد هذا الحديث حديث إنما الأعمال والنيات في الأحاديث الأفراد أو الأحاديث الغريبة ولا نعده في الأحاديث المتواترة لكن بعض الناس لما نظر أنه يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري المئات أتى وقال متواتر ومن شرط التواتر كما قلنا أن يستمر هذا يعني كثرة العدد في جميع طبقات السند هذا الأمر ليس في كل الطبقات حتى ولو كان في كل الطبقات سوى طبقة واحدة لا يكون الحديث متواترا لابد أن يكون في جميع الطبقات التواتر لابد أن يتحقق في جميع الطبقات فإذن حديث إنما الأعمال والنيات ليس متواترا وإنما هو حديث غريب وإن تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري وإن رواه المئات عن يحيى بن سعيد الأنصاري الشرط الرابع أن يكون مستندهم الحس يعني هؤلاء الذين يرون الحديث وهم كثرة في العدد يشترط أن يكون مستندهم الحس كمشاهدة أو سماع يعني هذا ينفي الإشاعات ينفي الإشاعات في بعض الأحيان تكون هناك إشاعة تكون هناك إشاعة بين الناس فينكلها واحد ثم بعد ذلك يعرف هذا الأمر مئات من الناس وينكلونها فيظن البعض أن هذا الأمر متواتر لأنه نقله مئات من الناس وهذا ليس بمتواتر لما؟ لأن هذا الأمر هؤلاء لم يشاهدوه بأنفسهم ولم يسمعوه بآذانهم وإنما في الحقيقة نقلوه عن واحد هي إشاعة وسادت في بلد ما أو مكان ما فمثل هذه الإشاعات التي يكثر إيرادها وتعم بين الناس هذه لا تعد من المتواترات لذلك الآن عبر وسائل التواصل عندما نسمع خبر وكثير من الناس ينكلونه يظن البعض أنه خبر صحيح ثم يتبين بعد ذلك أنه مكذوب لا أساس له لما؟ لأنه عبارة عن إشاعة سأذكر مثالا على ذلك أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري أحد حفاظ الحديث وأحد أئمة الحديث هذا الرجل كان مولا ليزيد بن عطاء اليشكري مولا ليزيد بن عطاء اليشكري وكان مولاه طبعا كلمة المولى تستعمل في الأعلى والأدنى في السيد والعبد يعني تستعمل في الجهتين والقرينة هي التي تدل على المراد يعني كان يزيد بن عطاء وقد وكل إليه أمر التجارة وثق به جدا ووكل إليه أمر التجارة حتى إنه مرة للفائدة خارج عن الموضوع خياره بين العتق وطلب الحديث طبعا هو كان يسمح له بطلب الحديث كان يعمل عنده في ماله وأيضا يتركه أوقات طويلة يطلب فيها الحديث كان محبا للعلم أبو الوضاح فخياره مرة بين العتق وبين طلب الحديث يعني إما أن تبقى عندي عبدا تطلب الحديث إلى جانب العمل الآخر أو أنت حر فاختار طلب الحديث لاحظوا حب هذا الرجل للعلم المهم أن أبا أن الوضاح هذا أن أبا عوان الوضاح يعني كان مرة لعله في البصرة قد يكون في البصرة هو من أهل واسط أساسا وواسط قريبة من البصرة كان يمر في الطريق فرآه إنسان فقال له يا أبا عوانة أعطني درهمين فإني أنفعك يعني يحتاج إلى درهمين هذا الرجل وطبعا أبا عوانة صحيح أنه عبد لكن سيده وكل إليه أمر المال وسمح له بالعطاء وغير ذلك من أمور فأعطاه هذا الرجل درهمين فذهب وبعد أيام سمع يزيد بن عطاء من الناس من كثير من الناس أنه قد أعطق مولاه هو لم يعطقه حقيقة لكن صارت إشاعة في المدينة شاعة في المدينة أن يزيد بن عطاء أعطق أبا عوانة مع للم أنه لم يعطقه من الذي نشر هذه الإشاعة ذاك الرجل الذي طلب درهمين من أبي عوانة قال له فإني أنفعك أعطني درهمين فإني أنفعك فذهب هذا الرجل وصار يمشي على مجالس الناس في البصرة كل ما مر في المجلس يقول لهم أشكروا يزيد بن عطاء فقد أعطق أبا عوانة ويأتي إلى مجلس آخر ويقول لهم هكذا فشاع في البصرة أن أبا عوانة قد أعطق وكان الناس يحبونه ويعرفون أنه من أهل العلم ومن أهل الأمانة وهكذا ففرحوا بذلك فصاروا يذهبون إلى يزيد بن عطاء ويريدون شكره على أعطاقه لأبي عوانة فالرجل لم يعطقه في الحقيقة لكنه لما سمع الكثرة الكاثرة تقول إنه أعطق مولاه أنفى أن يرد ذلك فأعطقه حينئذ فهذه إشاعة فمثل هذه الإشاعة وإن صار أهل بلد بأكمله يتكلمون فيها كأهل البصرة مثلا ليس معنى ذلك أن الأمر صار متواترا وعلم الحديث كلنا نستفيد منه في كل عصر لا يختص فقط بعلم يعني علوم الحديث لا يستفاد منه فقط في علم الحديث في رواية الحديث وإنما يستفاد منه كما قلنا من قبل في التاريخ في اللغة في أخبار الناس اليوم ليس كل أمر انتشر بين الناس صار صحيحا وإذا رواه أو نقله العدد الكبير من الناس صار متواترا قد يكون مجرد إشاعة ولا صحة لهذا الخبر أبدا لذلك يقول الحافظ ابن حجر شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس ما الأمر المحسوس هنا؟ يعني أن يسمع هؤلاء جميعا أو عدد التواتر يعني عشرة أو سبعة أن يسمعوا من أبي عوانة وهو يعطق عبده أو أن يروا وثيقة مختومة من أبي عوان عفوا من اليزيد بن عطاء أنه أعطق مولاه أبا عوانة لذلك قلنا هذا الشرط أن يكون مستندهم الحس كمشاهدة أو سماع هم هؤلاء الكثرة لم يعتمدوا على مشاهدة وثيقة من يزيد بن عطاء ولا على سماع يزيد بن عطاء وإنما اعتمدوا على إشعة أشعة هذاك الرجل الذي أعطي الدرهمين أيضا شائعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي لما طلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في النفق كما يفعل فلان وفلان وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة اعتزل نساءه شهرا فشاع بين الناس في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فهذه شائعة من الذي كشف هذا الأمر جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه وكذا وسأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر المسلمون وفرحوا بذلك فالمهم حدثت إشاعة بين الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وهؤلاء جميعا لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هم هي مجرد إشاعة فقط لأن هذا الأمر كان مبني على الظن مبني على الظن والمظنونات لا تدخل في التواتر كما أن القضايا الاعتقادية أيضا لا تدخل في التواتر والقضايا العقلية الصرفة لا تدخل في التواتر لا نأتي ونقول واحد زائد واحد يساوي اثنان لأن الناس تواتروا على ذلك والله تواتروا أو لم يتواتروا العقل يدل على ذلك يعني لو اتفق كثير من الناس على أن واحد زائد واحد يساوي ثلاثة هل معنى ذلك أنه نأخذ بهذا التواتر الجديد هذا لا يدخل في التواتر أساسا هذه الأمور العقلية البحتة أو الصرفة طيب بعد ذلك أقسام الحديث المتواتر الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين متواتر لفظي و متواتر معنوي متواتر لفظي و متواتر معنوي اشتهر عند كثير من الناس أن المتواتر اللفظي ما تواتر بلفظه و المعنوي ما تواتر بمعنى ليس الأمر كذلك المتواتر اللفظي يعني يمكن أن نعرفه بأنه ما تتابع رواته على نقل قضية واحدة ما تتابع رواته على نقل قضية واحدة يعني أمر واحد وإن اختلف شيء من أسلوب أدائها لا يشترط أن يكون باللفظ تماما مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث متواتر ولا شك أنه متواتر من روايات هذا الحديث التي تواتر بها من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار بدون كلمة متعمدة وفي لفظ آخر من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار الذين قالوا إن هذا الحديث متواتر أو أنه من المتواتر اللفظي جمعوا هذه الروايات مع العلم أنها تختلف في اللفظ من كذب علي متعمدا وفي رواية من كذب علي بدون كلمة متعمدا وفي رواية من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار فبمجموع هذه الروايات صار الحديث متواترا وهو من المتواتر اللفظي أما المتواتر المعنوي فهو ما تتابع رواته على نقل وقائع مختلفة تشترك في أمر معين هذا الأمر المعين هو المتواتر يعني كيف ذلك مثلا من الأحاديث المتواترة والتواتر هنا المعنوي أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث رفع اليدين في الدعاء فأحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة لكن هل هناك كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم في الدعاء لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مرة مثلا عندما كان في بدر وكان يدعو على المشركين ضمن قصة بدر وضمن حديث بدر فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة مرة على المنبر وأراد أن يستسقي فرفع يديه في الدعاء هذا في الاستسقاء يعني على المنبر رفع يديه في الدعاء أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء عند أحجار الزيت في المدينة بل بعض العلماء ألف كتابا في هذا الأمر كتاب قديم يعني بالأسانيد في رفع اليدين في الدعاء أما كتاب البخاري رفع اليدين جزء في رفع اليدين المقصود في رفع اليدين في الصلاة وطبعا حديث رفع اليدين في الصلاة يعني عند الركوع وعند القيام من الركوع هذا متواتر من المتواتر اللفظي أما هنا نتكلم عن المتواتر المعنوي لذلك في المتواتر المعنوي دائما نستعمل كلمة أحاديث ليس حديث مثلا في المتواتر اللفظي نقول مثل حديث من كذب علي متعمدة مثل حديث رفع اليدين في الصلاة مثل حديث إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف هذا من المتواتر اللفظي أما المتواتر المعنوي لابد من استعمال كلمة أحاديث فنقول مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء مثل أحاديث الحوض مثل أحاديث الشفاعة مثل أحاديث المسح على الخفين وهكذا لأنها وقائع مختلفة هي تتكلم عن قصص مختلفة لكن اشتركت في أمر معين هذا الأمر المعين هو المتواتر هذا بالنسبة لأقسام الحديث المتواتر مع التمثيل له أما بالنسبة لوجود الحديث المتواتر أو عدم وجوده بعض العلماء ادعى ندرة الحديث المتواتر يعني الحديث المتواتر لا يكاد يوجد بل بعضهم قال والله لا يوجد حديث متواتر إلا حديث من كذب علي متعمدا وطبعا هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام ضيقوا واسعا فالأحاديث المتواترة موجودة والحافظ ابن حجر قال إذا أردنا أن نعرف كثرة الأحاديث المتواترة نأتي إلى كتب الإسلام الأمهات مثلا نأتي إلى الكتب الستة والموطأ ومسند المسند لبن ماجا عفوا المسند للدارمي والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة هذه الأمهات ثم ننظر فيها نأتي إلى حديث واحد وننظر فيها إذا وجدنا أن هذا الحديث الواحد روي بأسانيد مختلفة في كل كتاب أو في كثير من هذه الكتب سنجد أن الحديث متواتر والآن بطريقة إلكترونية الآن في البرامج الإلكترونية سيكون الأمر سهل من قبل كان صعب على غير العلماء أما الآن سهل فأعطانا طريقة حتى نكتشف التواتر الكثير الموجود في الأحاديث فمن قال إن الحديث المتواتر نادر نعم ممكن يقبل قوله لو قال إن المتواتر اللفظي نادر أو قليل أما المتواتر المعنوي كثير هو كثير وليس بالقليل طيب بعد ذلك ماذا يفيد المتواتر يعني هل المتواتر يفيد الظن أو يفيد العلم النظري أو يفيد العلم اليقيني طبعا فرق بين هذه الأمور العلم اليقيني هو أعلاها العلم اليقيني هو أعلاها والعلم اليقيني يسمى أيضا بالعلم الضروري ويسمى أيضا بالعلم القطعي كلها بمعنى واحد لكن المحدثون قد يستعملون لفظة ولفظة أخرى تكثر في كتب أصول الفقه وهكذا وكلها بمعنى واحد سواء قلنا يفيد القطع أو يفيد اليقين أو يفيد العلم الضروري فهي بمعنى واحد ثلاثتها بمعنى واحد وهذه درجة عليا دون هذه الدرجة أن يفيد العلم النظري يعني العلم القائم على النظر النتيجة ستكون واحدة النتيجة في العلم اليقيني مئة في المئة وفي العلم النظري مئة في المئة لكن في العلم النظري لا يمكن أن يستفيد هذا إلا العلماء يرتبون معلومات وهكذا حتى يصلوا إلى نتائج لذلك سموه بالعلم النظري دائما العلم معناها الشيء المقطوع به وقد تساهل الناس الآن يقولون علم الطب وعلم وعلم كذا الطب يتغير بين يوم ويوم وهكذا العلوم الدنيوية تتغير تسمى علوما هكذا يعني في تساهل في هذا الاسم أما العلم الحقيقي لذلك العلم الحقيقي هو القرآن والسنة الثابتة طبعا هذا العلم الحقيقي أما معنى القرآن والسنة حينئذ ندخل في الظنون هناك أمور كثيرة يشتهد فيها العلماء أمور يعني تحتمل أكثر من معنى لكن هناك أمور كثيرة لا تحتمل إلا معنى واحدا فيكون هناك علم قطع فيه المسألة فالعلم النظري هو القائم على النظر لكن النتيجة واحدة يعني العلم النظري لابد أن يكون هناك عالم حتى يتوصل إليه أما العلم اليقيني والضروري والقطعي يستفيده كل إنسان كل إنسان يستفيد هذا الأمر دون ذلك الظن طبعا الظن على مراتب عندنا غلبة الظن وعندنا ما دون ذلك فالحديث المتواتر ماذا يفيد؟ جماهير العلماء أو عامة العلماء من السلف والخلف قالوا الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني يعني يفيد العلم القطعي أو العلم الضروري القطعي يعني بمعنى أن الإنسان يقطع بصحة هذا الكلام يقطع يعني لا يوجد أدنى شك والضروري الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه لا مجال له أن يتهرب لأنه لا يوجد أدنى شبهة في عدم صدق هذا الكلام فعامة العلماء على أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني أو العلم الضروري أو العلم القطعي كما قلنا لكن بعض العلماء قالوا لا يفيد العلم إلا نظريا لا يفيد العلم إلا نظريا أنه يحتاج إلى علماء لكن في بعض الأحيان ما يحتاج إلى علماء يعني الآن لو في عهد التابعين إنسان عامي ووجد أن رأى أو سمع سبعة من الصحابة أو ثمانية أو تسعة حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث هل يشك بعد ذلك أو يقول ربما وهم هؤلاء في هذا الحديث لا يشك مدام العدد كثير حينئذ سيقطع بصحة هذا الكلام ولا يحتاج الأمر إلى عالم في مثل هذا الأمر نعم في أمور على عبر توالي السنين وكذا وبعد الناس عن علم الحديث قد يحتاج الأمر لكن من حيث الأصل المتواتر يفيد العلم اليقيني وهكذا في أمور الدنيا التي نسمعها أخبار نسمعها من الناس خبر والله إجازة معينة وعشر من الأشخاص رأوا إعلانا لهذا الأمر أو سمعوا هذا من طريق مسؤول ما ونقلوا هذا الخبر عن من خلال سماعهم كما قلنا لابد أن يكون المستند الحس المشاهدة أو السماع فحينئذ كل إنسان يصدق هذا الأمر ولا يشك فيه أبدا لا يصدقه فقط بل لا يشك فيه أبدا لأن الذين نقلوا هذا الأمر يعني بلغوا حد التواتر فإذن الراجح في هذا الأمر أن المتواتر يفيد العلم اليقيني أهم المصنفات في الأحاديث المتواترة عندنا الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة لجلال الدين الصيوطي عندنا نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني لاحظوا كتب لمتأخرين والسبب في هذا الأمر أن المتقدمين ما أحد جاء وجمع الأحاديث المتواترة وإنما هذا من عمل المتأخرين المتأخرون الذين قلنا في المحاضرة السابقة إنهم اهتموا بالجمع والترتيب وتقريب الأمر للناس وكذا اهتموا بمثل هذه الجوانب قالوا المتقدمون يعني الأمور المهمة بحثوها وتوسعوا فيها فنحن ماذا نفعل؟ طبعا قدموا أمور متعددة ومنها الأمور التنظيمية فاستخرجوا للناس من الكتب الحديثية ما قلنا من قبل من الأحاديث القدسية وهنا نقول أيضا استخرجوا الأحاديث المتواترة وألفوا فيها كتبا مستقلة وطبعا كل إنسان له اجتهاده قد يكون هناك أحاديث متواترة لا توجد عند جلال الدين الصيوطي يعني لم يتبين له أنها متواترة فمن جاء بعده تبين له أن تلك الأحاديث متواترة وهكذا طيب هذا هو الأمر الأول هذا هو الأمر الأول وهو قلنا الأخبار إما متواترة أو أحد الأخبار إما متواترة أو أحد انتهينا من القسم الأول الذي هو المتواتر وقلنا المتواتر من حيث الأصل ليس من صنعة المحدثين لأن المتواتر لا نقول إنه صحيح بل هو يفيد القطع يفيد الجزم لا يشك فيه أحد أو لا ينبغي أن يشك فيه أحد عندما يعلم أنه قد تواتر فلا يشك فيه فلذلك ليس هو من صنعة المحدثين لذلك المحدثون السابقون ما أحد جاء وألف في الأحاديث المتواترة لكن هذه الأحاديث المتواترة موجودة في كتب السنة والذين ألفوا في الأحاديث المتواترة جاءوا إلى تلك الكتب واستخرجوا منها ما رأوه بهذه الصورة على شرط التواتر أو اكتملت فيه صفات الحديث المتواتر فالقسم الأول إذن من الأخبار الأخبار المتواترة ننتقل الآن للكلام عن أخبار الأحد كنت أريد أن أبدأ بالكلام عن أخبار الأحد لكن حتى يكون الموضوع مجموعا مع بعضه البعض فنرجع هذا الأمر الكلام أو الابتداء بالكلام عن أخبار الأحد إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين